موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وَأَشْهَدُ عَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَيَقُولُ الْمُعَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بابٌ عَوزِ تَكْمِلَةُ الْحَدِيثِ تَكْمِلَةُ الْحَدِيثِ أَلَيْسَ كَذَلِكَ تَكْمِلَةُ الْحَدِيثِ هذا مانا تَكْمِلَةُ الْحَدِيثِ تَكْمِلَةُ الْحَدِيثِ أمامنا ثلاث أحاديث قبل أن ننتهي إلى الباب وقد سبق أن أخذنا مسائل في الدرس الماضي وقلنا إن الذي يدرك من العصر ركعة واحدة فقد أدرك العصر في الوقت أليس كذلك؟ ومن فروء هذه المسألة أن المغمى عليه إذا أفاق قبل انتهاء الوقت بمقدار ركعة عليه صلاة العصر وكذلك الولد إذا احتلم وبلغ بمقدار ركعة من غروب الشمس ويجب عليه قضاء صلاة العصر وكذلك الحائض فالحائض إذا طهرت بمقدار ركعة من العصر ويجب عليها أن تقضي العصر أليس كذلك؟ وكذلك من أسلم الكافر إذا أسلم والولد الزغير إذا بلغ بمقدار ركعة قبل غروب الشمس عليهم صلاة العصر لماذا لا يجب عليهم قضاء الظهر؟ قالوا لأن هذا الوقت قضاك أما إذا أدرك بمقدار خمس ركعة فعليه الظهر والعصر جميعا أليس كذلك؟ ثم بعد ذلك قلنا إن عبدالله بن عمر أغمي عليه فأفاق بعد الوقت ولم يقضي الصلاة وجاءت رواية أخرى إمران بن حسين أغمي عليه فقض الصلاة فأي المذهبين نأخذ؟ قالوا إنه ليس من النصوص ما يتكلم عن الإغماء إنما النص النائم المجنون الناسي أليس كذلك النائم المجنون الناسي تيف المغمى عليه من أي هذه الأبواب يرخل بعضهم ألحقوه بالنائم وبعضهم ألحقوه بالمجنون والمجنون الذين ألحقوه بالنائم قالوا الحكم واحد وقال بعض الألماء النوم لذة والجنون إلا المغمى عليه يدرك بالنائم أو بالمجنون المغمى عليه يسمعوا النوم لذة ومتعة والجنون إلا المغمى عليه لذة أو علة علة فيلحق بماذا؟ بالمجنون وعلى ذلك لا قضاء عليه أليس كذلك هكذا يستنبتون الأحكام هكذا يستنبتون الأحكام المغمى عليه المغمى عليه المغمى عليه المغمى supporters بالم МУЗЫКА المغمى اشتركوا في القناة